موسيقى بعد سنة صعبة في الـ 2020 المغرب يدخل العام 2021 بمؤشرات إيجابية متعددة لعل أهمها هو النجاح الواضح للمملكة المغربية في تدبير آثار جائحة كورونا على المستوى الوبائي المغرب من بين أهم 20 دولة في العالم من حيث تلقيح مواطنها المغرب البلد المحدود من حيث الموارد المالية والاقتصادية وجد لنفسه موطئ قدم جيوستراتيجي مهم بين القوى العظمى في العالم فكان سباقا بين أقرانه في المنطقة ففي وقت ما زالت كثير من الدول بعضها في الجوار القريب جدا تنتظر لقاحا لمواطنيها من أجل احتواء وباء كورونا المغرب يلقح مواطنيه بجرعات تناهز ثلاثة ملايين وبإيقاع مرتفع جدا بحسب المعطيات العالمية فكيف ولماذا نجح المغرب في توفير اللقاح أولا في وقت ما زالت دول أخرى تنتظر نصيبها من اللقاح وما هي العوامل التي أدت إلى النجاح اللوجستيكي في تدبير عملية اللقاح من الشمال إلى الجنوب وتوجيهه لمن يستحقونه بدايتنا وكيف يمكن قراءة هذه العملية الصحية اللوجستيكية والاجتماعية أيضا في الخارطة السياسية والجيوستراتيجية الداخلية والخارجية ونحن في عام حاسم جدا لنا في المغرب هو عام السيادة المطلقة والكاملة في الوحدة الترابية للمملكة المغربية وعام إطلاق النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية وعام المواعيد الانتخابية الهامة بعد عشر سنوات من الدستور الجديد للمملكة المغربية من العاصمة هذا المساء أيضا نتساءل عن الإنعكاسات الممكنة والمنتظرة لتغيير الإدارة الأمريكية الجديدة على التموقع الجيوستراتيجي للمغرب في المنطقة وعالميا وتحديدا فيما يتعلق بالقضية الوطنية أهلا بكم من العاصمة أهلا بكم من العاصمة في هذه الحلقة الجديدة التي نقدمها لكم من العاصمة الرباط تحية لكم مشاهدين أينما كنتم تتابعون على قناة العيون في الأقاليم الجنوبية وعبر أنحاء المملكة المغربية وأينما كنتم تتابعون عبر العالم في حلقة هذا المساء إذن يسعدني أن أستقبل ضيفي سي سعيد خمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات والخبير في التواصل السياسي والجيوستراتيجي مساء الخير سي سعيد خمسي مساء الخير السي كريم مساء الخير مشاهدات ومشاهدة قناة العيون مساء الخير لكل متتبعين في هذه الحلقة التي نتمنى أن تكون مفيدة مرحبا يكون فيها النقاش بالناء مرحبا نتمنى ذلك يسعدني أيضا أن أستقبل محمد بودن الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية والشؤون الجيوستراتيجية مساء الخير ومرحبا بك معنا من العاصمة شكرا جزيلا سي كريم على الاستضافة تحية لكم ولمشاهدكم وطيفكم الكريم مرحبا نقطة أساسية نبدأ بها منذ تقريبا سنة من الآن انطلقت أو ظهرت جائحة كورونا في المغرب كما في العالم ومنذ ذلك الوقت انطلق العد العكسي والسباق والتسابق نحو اللقاح كحل أساسي ومهم من أجل احتواء هذه الجائحة وضرب الموعد لنهاية 2020 بداية 2021 كيف نقرأ السي ساعد خمسي بداية نجاح المغرب بأن يكون من بين الدول الأوائل عبر العالم التي حصلت على اللقاح ووفرتها وبكميات مهمة جدا تناهز تقريبا عشرة ملايين جرعة في المرحلة الأولى والنجاح أيضا في عمليات التلقية أعتقد السي كريم الحديث إلى الآن كل الحديث هو حديث نسبي مرتبط بالمرحلة التي نعيشها الحديث وهذا فيه مؤشرات رقمية وأعتقد أن الرياضيات كما يقال محايدة وصماء يعني الأرقام صماء لغة الأرقام الآن المغرب يعني مجموعة المعطيات الآن ومؤشرات الآن تقول أننا في الطريق الصحيح إن شاء الله لكن في اعتقادي لا ولن يعني يكون النجاح حليفنا إذا لم يكن النجاح حليفنا في المرحلة السابقة يعني قضية النجاح لأي أمة وأي دولة في التعاطي مع هذه الجائحة الغير بسبوقة للبشرية لا بد أن يقرأ في السياق وذكرتكم سي كريم في تقديم الحلقة أن الحالة الأولى ظهرت في مارس 2020 المغرب أعلن حالة دي القوارع الصحية في 20 مارس 2020 نحن الآن على مشاري في مارس إذا نحن نتحدث عن سنة هذا النجاح الذي نتحدث عنه اليوم والذي أجمله في خمسات النقطات التوفير والتنظيم والتنفيذ والمتابعة والخروج الكبير أو الخروج من المحطات الكبرى التي يمكن لأي دولة تمر منهم بسرعات مختلفة وحب هذا لو تحننا فرصة في النقاش أن نشرحوه ماذا علش هذا التصارع دي الدول على أن يخرج الأول من الوباء لكننا سنخرجوه كاملين وأن نسبة وفاية تنزل فيما ستفيد هذه الدولة أو هذه الدولة أن تكون خرجين لولا وما تخرج تانية إذن بالرجوع برغم كل تقييم اللي يمكن نديروه انتقادات لنوجهها الحكومة لنوجهها الفاعلية لنوجهها هذا عموما المغرب ضبر جائحة كورونا وهنا بعيد على النرجسية دي اللي نحن مغاربة نتكلم عن المغرب بعيد على تقييم علمي يوضع مسافة مع الأحداث أن المغرب من الدول اللي نجحت إلى حد كبير جدا في تدبير جائحة كورونا بشكل علمي فيه واحد النوع دي التلاحم بين مكونات دي المجتمع المغربي وما بين مكونات الدولة المغربية فيه واحد النوع دي التضحية اللي الآن يعني وما ننسى الشرسي كريم حتى القادرة هذي عام لما كنا نتكلمه في أفريل وفي ماي لكن لا أصلا ما تناعرفوش شنو ممكن غايدير بينا كورونا هناك ممكن يتخيل أننا غلقوا لجوتات مزاوطة في زناقي هناك ممكن يتخيل بأننا راه غادين مرضو كاملين و هناك و هناك و هناك أكيد أننا فقدنا ناس كتار عزاز اللي مكنش يعني أنا فقدت واحد قريب جدا في أسرة دي لي مكنش اللي مفقدش قريب جدا ولكن هذا قضاء الله و قدره ولكن تدبير الأزمات يعني هو علم إلى حدين بعيد أقول أن المغريب على مستوى الإدارة الترابية للأزمة يعني كان كان رائد على مستوى الإدارة العاطفية وهذا أمر يستحقه النقاش لأن ما زال غا تجي نقاشات من بعد كورونا على الحالة النفسية وتغييرات اللي ترىت للناس و هذا لا مستوى ما يمكن أن نسميه بالإدارة العاطفية للكورونا على مستوى الإدارة الإعلامية كيف تفاعل الإعلام و كيف أطر الإعلام المغاربة و كيف سهم الإعلام في توصيل المعلومة و كيف سهم الإعلام في تأطير و في تنشيء يعني بجموعة الأشياء ثم على المستوى الآن لأن المرحلة اللي صعيبة و حاسمة هي التي نعيشها و كنا نتخوف و كانت هناك كتابات في الإعلام الصحفة واشتأخرنا ما تأخرناش تفقنا على أننا غايكون اللقاء في أداء لكن الآن المؤشرة تقول أن 130 دولة في العالم ما زال معنهم تجرعة 130 دولة معنهم تجرعة المغريب في العشرين الدول الأولى يعني الترتيب دياله إلى أمس هو الدولة من ناحية الترتيب للكم هو السطاش ولكن إلى قرنة نسبة نسبة الجرعات التي توفر عليها المغريب مقارنة بعدد السكان المغريب في العشر الأولى بمعنى أننا أمام معطيات كمية تؤكد أن المغريب باللغة ديال الشعبية لعب كبيرا الأمر الأول لكن مش فقط توفير اللقاح هو الحل لأنه يمكن توفر اللقاح ولكن الآن يمكننا نتكلم بكل فخر على أننا أمام ديمقراطية في توزيع اللقاح تنشوفوا ثلاثة الحالة أو أربعة ديال الناس اللي استعملوا مناصبهم رئيس مجلس عمالة في شيء مدينة مسؤول في شيء مدينة أخذ اللقاح ما شاء فوقتو تنعفوا بأن حركات المسترد متابعة عليه بمعنى أن الدولة في شخص وزارة صحة لما اضطت واحد بروتوكول قالت نبدأوا بالناس من خمسة وسبعين فوق ثم اضطت خمسة وستساتين خمسة وخمسين بمعنى هناك نوع من الشفافية والديمقراطية واحد النوع من التضامن الشعبي في الولوج هذا بمعنى أن المعايير اللي ادارت ما ادارتش لأو غني فقير عنده ما عندوش الأمر الأساسي جدا هو أن التكفول للدولة المغربية من خلال تدخول جلالة المالية على أن اللقاح سيكون مجانا والدولة اللي غتتحمل الكلفة دياله والكلفة ماشي والتمند الجرعة تشكل فقط خمس الخمس الكلفة العامة عملية تتلقاح لأن فيها الموبيليزازيون ديال الموارد البشرية فيها اللوجيستيك فيها ببعنى يعني باش الناس ميستحبوا مش بينارها بحلقة تشريم فرماسية تلقاح ديال لقاح سنوي ديال انفلوانزا تتشري ب130 درهم ما تنساش بأن هناك سوق الفلوس في العالم كامل الناس عندهم الفلوس فين هو الدواء إلا كنا شفنا بأن حرب طلت فقط على الكمامات فما بالك تصوه بمعنى أن علينا أن نستحضر الحرب يعني كلمة حرب حقيقية يعني اللي تتدار في الكواليس ماشي حصل على هاد الكميات إلا كانت الكمامة يعني اللي شيء اللي تتطلب ماكينة الخياطة كبيرة طلت فيها حرب في العالم فما بالك الآن لما تنقول 130 دولة يعني من إمكانية المالية ديال الدولة المغربية ما غيرتكون في 16 يعني بمعنى أن هناك أولا هذا تعكس وما زال نطوره في النقاش تقليل الدولة ديبلوماسية لأن الأمر لحصول على اللقاح لا يتعلق فقط عندك فلوس غيرتشري يتعلق بتوازنات ديبلوماسية الوزن ديال الدولة في العلاقات الدولية يتعلق بحجم ثقة لكريديبيليتة ديال الدولة المغربية عند المؤسسات يتعلق بأهمية واستراتيجية المغرب يعني يعني لنمشي كل شي عنده العلاقات الدولية بهذه الشكل بمعنى أن واحدة مجموعة لأمور اللي ربما متتظهرش لمشاهد المواطن هذا اللي تدار في الكواليس رابج نعرفه الآن الجزائر قبل أيام قليلة كالخطاب للرئيس الجزائري وقال أن نحن من هنا ستشهور يعني هذا ليس كلام مزايد أو هذا يعني كلام قال في خطاب أن من هنا ستشهور الجزائر يعني بالعلاقات الصداقة مع روسيا ستتوصل بمعنى الرسالة الحقيقية اللي وجه الرئيس الجزائري للشعب الجزائري هو أن بداية التلقيح دوماس يعني الفاكسناسون دوماس تلقيح دي الجماهير تلقيح عامة الموضوعين نحن نتحدث وهنا نتمنى أن المغرب في شهر خمسة ستة سيكون حديثا اقتصاديا آخر نتمنى ذلك سيئ محمد بودن بنظرة شمولية حول تطور الأحداث وما وقع وهذا التموقع التراتيجي المهم للمغرب في مسألة اللقاح كيف تقرأ وكيف تعليق عليه المؤكد أنه الرياضة المغربية الحصول على طبعا اللقاح اليوم طبعا مليون دي اللقاح سينوفار والسل مليون دي أسترازينيكا هذا ماشي سهل انتظار أنه طبعا يتم الوصول لعشرين مليون جرعاف في غضون مستهل شهر مارس وأعتقد أن هذا يتم في واحد يعني الإطار فيه مجموعة من المتدخلين أكيد بأن الثقل دي الجلالة الملك وكذلك الحضور دي الدولة المغربية والإيمان دي المجموعة من الشركاء بقيمة الشركة المغربية ومصدقيته وبالتقى يعني اللي كي حضر بها أكيد أن هذه جعلت من المغرب بلد رائد في إفريقيا هو اللي في إفريقيا ماشي سهل لأنه الريادة كانت دائما مسألة أكثر تعقيد في الأوقات العادية ما بلوك في أوقات الأزمات لأن الريادة اليوم يعني هناك بلدان يعني في إطار التنافس اللي كي يطبع السوق العالمي دي اللقاء فهناك بلدان طبيعة الحال شرعت اللقاح بتمن دياله زي دمدوبل في خمسة ديال المرات وبالتالي يعني هذا مسألة هذه كتعكس الصعوبة الكبيرة ديال الحصول على اللقاح في هذا الزمن ثم أيضا بلدان اللي عند دخل منخفض ومتوسط رأى من خارطة في مبادرة كوفاكس وكتسنا فقاش ريجيها يعني اللقاح مصادقة من قبل وزارة من منظمة صحة العالمية إذن فأعتقد بأن المغرب بشيكون في النادي العشرين الأوائل في الحصول على اللقاح فهذا إنجاز هذا إنجاز سنوقف عليه هذا رح ينصر من المعادلة المغربية بالإضافة يعني إلى أنه السرعة في تأمين اللقاح يعني السرعة عبر الطائرات كان دول مع النشطة مع النشطة وشتتنقل اللقاح وغير يكون عندها مع النشطة طائرات إذن كما قلنا من ناحية من ناحية العلاقات فالمغرب تموقع في الابحاث السريرية دي الابحاث دار شركات يعني عن المستوى الديبلوماسي بحضور طبعا وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة داخلية ووزارة المالية مجموعة من المتدخلين حضروا في الاتفاقيات التي تجارت مثلا مع الشركة السينوفار مع الشركة الأسترازينيكا كان ينفتح حتى على يعني جونسون أند جونسون على موديرنا حتى على سبوتنيك الروسي هناك إمكانية في وقت من الأوقات ولكن طبعا الحال اللجنة العلمية هي التي ستقرر ما ننساش بأن هذه يعني الأشواط التي قطعها المغرب ستهم أولا ستكون عندها نعكاسات على سمعات المغرب يعني سمعات المغرب ستزاد عالميا ثم ستكون عندها نعكاسات على مستوى العودة للحياة الطبيعية يعني العودة للحياة الطبيعية سبحت تقرب أكثر بينما في بلد أخرى تشوف رأسها أبعد على مستوى الانتعاش الاقتصادي كذلك فالانتعاش الاقتصادي عبر تعميم التلقي نحن عن طوم 80% منذ طبعا يعني يعني تلقي جلد ملك محمد السادس للجرعى نهار 28 يناير يعني بنت يعني أن العملية ستكون عملية تدريجية الفئة التي ستحصل عليها التنظيم على المستوى الأمني وعلى المستوى الصحي اليوم عندنا 2000 تقريبا 2000 مركز صحي هذا ليس سهل 2000 مركز صحي بالأوتر الطبية بالنس يسجل بالمسائل الرقمية يوصل إلى المساج بمجموعة عمل المعطيات ليس سهل منها أن العملية عملية جد معقدة فيها لغير يجيب اللقاح ودوز اللقاح بل هي عملية يعني تجعل فعلا حقيقة كتبان على أن المغرب لا عبر المجانية ولا عبر هذا الحصول اللقاح يعني في ضرف مهم على أن الإنسان فعلا هو اللول على أن الإنسان أسبق من الاقتصاد هناك دول أخرى الناس تشري اللقاح يعني باش نكونوا وقعيين مواطنين نعم يعني مواطنين تشري اللقاح اليوم يعني كما ذكرنا المسألة ديال يعني كما قلت المعادلة المغربية مبنية على أولا الحضور الكبير في السوق العالمي في التموقع في التجارب السريرية المعادلة كذلك على انخيرات ديال المواطنين اليوم المواطن كيف هنفوقاش يعني شكونوا ما الناس اللي عندهم الأولوية شكونوا ما الناس اللي يعني خاصة المسنين ناس اللي في السلطة العمومية ناس اللي في التعليم طبيعة الحال يعني العملية قد تم بشكل تدريجي وأكيد تخلق واحد المناعة الجامعية ثم المواطن الآخر وهو أن المغرب يكون الأسرع في المنطقة الأسرع في شمال إفريقيا الأسرع في إفريقيا اليوم مش حل الدولة إفريقية دارة اللقاح استديل الدول فقط استدول مع العل بين النساب ديال ها نساب ضعيفة إذن هنا كنشوف اليوم المغرب يعني ما نشوف يعني أن جوج الملايين ونص تقريبا للمواطنين مع الوقت غير تفع العدد وغير ترتفع طبعا يعني التعبئة وبالتأكيد أن يعني هذه العملية وهذه الحملة الوطنية بتأكيد أنها سيكون لها مبعدها وفي تقديري من ناحية استراتيجية أولا وضعات المغرب سباق في شمال إفريقيا دول في الجوار ما قدراش تجيب تتلقى الهبات الجزائر مثلا تتلقى الهبات يل مئتين ألف جرعان نصين يعني الدول ما عندهاش يعني رؤية طويلة للمدى دول فقط يعني كتحاول تدير ردود أفعال فيما يتعلق بالحصول للتلقيح أيضا المغرب ممكن مع الوقت يتحول إلى منصة إفريقية لتوزيع اللقاح على عدم البلدان في القرى الإفريقية إذن في تقديري هذا إنجاز كبير وهذا مؤشر على أن سمعات المغرب تحسون وأعتقد بأن يعني يعني تعميم اللقاح من شأنه أن طبعا يعزز الفرص الاقتصادية من شأنه أن يطور طبعا العلاقات تعقودية التي تجمع المغرب بعدد من الأطراف وأعتقد بأن طموح دائما هو يعني الحصول على أمن صحي للمغارب طيب خلينا أتسأل معكم الآن حول السبب أو ربما هي أسباب ما الذي جعل ويجعل المغرب اليوم بهذه الفعالية وبهذا التموقع وبهذا النجاح طبعا مثلا اليوم من خارج المغرب حتى من المنطقة أنا جزائري ولا تونسي كيف أنتم المغاربة بين أنجح عشرة دول في العالم على مستوى تلقيح الساكنة 34 مليون مغربي اليوم في أقل من شهر عندك ما يقارب 3 ملايين مغربي تم تلقيح هم ما يقارب 10 ملايين من الجرعات تم توفيرها في شهر أول وستصل لـ 20 مليون جرع لو جاءك واحد من تونس أو من الجزائر سيساعيد خمسي قال لك كيف أنتم في المغرب نجحتوا في هذه العمل كيف السبب تقري كما قلت سابقا قلت الأمر الأول هو أن المغرب منذ اليوم الأول منذ حالة طور هذا يجب تحطي دف السياق لك تفهم الأمر الأول هو أن هذا الأمر حرص عليه جلالة الملك شخصيا لجنة القيادة كاملة في المركز كان وجود جلالة الملك شخصيا هذا أمر فين تيبان تيبان في أن الحكومة وزعت الأدوار بينتها جهزة الدولة وزعت أدوارها المجتمع أيضا وكذلك مغاربة مغاربة العالم يعني لعبوها دور كبير على جميع المستويات الأمر الأول هو أن المغرب لما ما كان الحديث على ما كان ش دك السعر على اللقاح المغرب يعني در ممكن استراتيجية غير العلاجية اللي هي الحشر الصحي اللي هي هذا 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 القضية ضروري يعني ممكن تقارن دبا الآن تقول المغرب في العشرين دولة الأول وكذا بلا ما تقارن في الحالة الخورة سنقارن المغرب مع الإجراءات اللي قدتها مجموعة من الدول بما فيها دول كبرى دبا دبا الآن نحن في استراتيجية طبية يعني تلقحه را كنا في استراتيجية دي المعالجة الغير طبية هذه استراتيجية كان عندها ملامح كان فيها الملامح الأول هو أن المغرب اختار واحد اختيار دبا نقول ه سهل ولكن الرهن اللي تعرف الإيكونومي تعرف ما ما معنا الكلمان اللي غن نقول ما شي سهل في البداية الاقتصاد حتى تفرض عليها والمغرب يعني باش نقع نكون هدرة هدرة دي الشريع المغربي سواء كانت هذي حكمة ولا كانت استراتيجية ولا كان اختاريناها وطلعت ففي الحالة كاملين اختارينا البنشور في الحالة كاملين يجي يقول لي واحد واش بنيتو على دراسات واش غير اختاريتو واش المغاربة في الحالة كاملين كان اختيارا موفقا اولا ما خلناش يعني كما قلت يعني العزاء المغربة كاملين في اللي تفقدو في هذا ما كانش الخسائر البشرية يعني بشكل اللي كنا تنتوقعه رغم ان كل خسارة بشرية هي في حق مأساة الامر الثاني هو ان بحق الادارة الترابية كانت في مستوى ان كانت تدبير الادارة الترابية كانت في مستوى رغم اننا نقول على ان هذا التدبير اللي كان فيه واحد النوع ديال 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 ما خصوش يعطينا مخرجات سياسية ديال ادارة ترابية تهول ولا ادارة ترابية تفقد يعني تفقد تولي تؤدي وظائف اكبر من ديال ابدا يعني بش كان ادارة ترابية تعاملت بدكاء تعاملت بتضحيات لان هذا امر يعني متح اي فرصة نقوله يعني وخد جي فرصة اخر نعود نقوله شكر كبير للناس اللي كانوا في صفوف الامامية فيهم الناس ديال الجيش الابيض ولكن ايضا لمقدمين والشيوخ والقياد والرعساء الدوائر وكذا خضوا حرب حقيقية لان التقل ديال التدبير جفهج على وزارة الداخلية يعني التقل ديال التدبير اليومي المرافقة كتتقل كبير حماية الاسواق الاشياء الاشياء مخش يكون تجاوزات ما يكون الشاطات ما يكون الناس يعني يفهمو خدمتهم أو ترمو هذا كلهم يرحاش صحي في البلاد ويبقى ويكون إذن هذا الأمر الأول السي كريم الأمر الثاني هو أن المغريب كانت يعرف من النهار الأول لأن نرى شوف رأي نرى المغريب لا تدخل في التجاريب السريرية لشارل السيم وحمد ودار كانوا جيب الأرقام اللي بغيتي الآن وقائع تثبيت أن المغريب كان عنده تصور وكان فعلا دولة تدبر بستراتيجية الأزمة يعني فضل ديال أن كان مشكل ديال خسنا ندبره على الفلوس اللي تعطاوا للناس اللي يفقدوا على أن ندبره الصناديق الدمان الاجتماعي ودير هذا الدبر ولكن كانت الأدوار كان هناك من يفكر لهيه بمعنى أن تنقجينا في تجارب السريرية وهذا أعطنا حقوق ماشي دابة لأن كما تقول سلعاء في السوق عندك فلوس غير يمكن من هنا واحد شهرين أو شهر يمكن أن المغريب موجود في السوق غير شري ولكن أن تنقجيتي في واحد الوقت اللي أخديتي واحد الاختيار اعتخاذ يعني في تجارب السريرية نفسرنا أن السن لم يصل لتالش نتيجة راك نغل نكون ريسكين تأخر لتحصين مثلا ريسكين الجلد دينا بمعنى وهذا كان فيه واحد النوع من الدكاء كان فيه واحد النوع وتنقل دائما وهنا تدخل الأجهزة الأمنية بمعنى تقريدي بمعنى أن هناك أجهزة استشعار فيه ممكن كل حل كان تيبان بأن التجارب تستعيل لأن السين بدأ الوباء بكري خرجت البوادر دي الفهمات بكري بمعنى التزام مع الصين كان عنده سند علمي ليس سند سياسي للأسف أنا مرة أخرى تنقل لها أنا لتنصنط الخطاب الرئيس الجزائري يعني أنا ما عندي تعم تنقول واش اللي تكتبوا هاد الخطاب ذي الرئيس الجزائري واد المستشري واش باعقالهم ولا يعني هذا التعبير اللي قال السيد الرئيس وإحنا تتفقنا مع أصدقائنا في روسيا بمعنى لا غرقت روسيا نغرقوا معها وننجحت روسيا بمعنى الالتزام ماشي طبي مفيش هاجس المغريب عنده أول شركاء متنوع وهذا رسم الكبير بمعنى أن التزامنا مع الصين ولا مع مريكا وحسن لم تتأخر اللقاح الصين المغريب لم ينصدر وهذا اللقاح بريطان لما تجي رئيس ديالدولة جارة ويقول بمعنى أننا مغرقين سياسي نظر إلا لقيت وش دواحنا معاكم ما لقيت وش دواحنا نموت معاكم المغريب وهذا هنا المفاتيح لم تتأخر مع الصين ومشي تطلع سيمان عشر أيام يعني في منطق ديال وبقرها مشي تأخر بخريب مش هدان حل آخر بمعنى أن المغريب كانت له أوراق يلعبها بشكل مباشر وكانت له أوراق أخرى ستكشف هذا الأوراق كانت كينة لأن الكمية التي جبنة من الهند أكبر لحد الساعة من الكمية التي جبنة من الصين بمعنى أن المغريب كان يلعب الوراق الأولى وكان يلعب أوراق أخرى هذا الأمر أساسي على مستوى اللقاح وقلت أن ماشي غيجا اللقاح لأن يمكن جاء اللقاح البانيكي ها هو اللقاح كيف تدير له غير السوق تقدر بعيد بمعنى أن استراتيجية التي كانت موج التي بانت التي فيها استراتيجية الرقمية للتسجيل والرسائل وهذا فيها اللوجيستيك الموبينيزازيون الآن دبال الآن مراكز التلقيح تتلقى فيها الناس الوزارة الصحة الناس الإدارة الترابية الناس الهيلة الأحمر وكان واحد البروستيو تخيف ليكسيبل وكان تتسجيل واحد وهو وكان 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 توقع بأن عملية التلقيح برأس حالة فوضى وعند سنة وانا تنقلها الآن في برنامج بشكل مسؤول أنا من الذين يتوقعون أن التلقيح فشي وصل دوماس في بعض الدول للجوار سيأتي معه فوضى كانت وقعت في الجزائي في المواد الغدائية بمعنى أن المغرب تدبر بجموعة الملفات الآن تنظر تلقيح تدبير اللوجيستيك وهذا من أعمال بسيطة جدا في المغرب سي محمد بودن لو انتقلت معك حول مسألة الأسباب ونفس المقاربة أعتبرني لا أعرف تفاصيل الأمور وما يقع وجيتك من الجزائر ولا من تونس تونس مثلا اليوم زالت من دون لقاح تنتظر منظمة صح العالمية تأشير على اللقاح العالمي وصفاكس وقصة طويلة وهبا ولا صدقا ولا مساعدة من الصين لتتجاوز ربع مليون اللقاح لو جاك واحد من هاد مواطنين سكسي محمد فيسبوك أخير لك علش نتوم المغربة نجحت وكيف شنو السبب علش حنا ما نتناشت شي قبل ما نتكلم على العوامل الحاسمة في النجاح المغربي لابد منشير إلى أن المغرب يعني رزانته وطبعا التزام الأخلاقي ما خلاش يدير المزايدات ويقول أنا أغانقصم اللقاح من يجيني مع دولة ولاندير وكذا كيف فعلت الجزائر مع تونس وقتاش سيدني ويما عندهاش ما عندك شون تقصم والتواسكين انتظروا يعني هنا فينا هي المزدقية للدولة يومنا تنقش حقيقي في تونس فين هو اللقاح اللي وعدتنا به هذا من غير هذا هذا فيه أنا الشعب التونسي اللي هو شعب راقي وشعب عاضي جدا شكون أنا اللي هنقسم معا شكون أنا عندي السيادة وغد نجيب اللقاح وانا كبير ومحترم وانت صغير وغد نجيب هذا يعكس منطق دول ليس منطق دولة فعلا صحيح بالتالي المغرب واقعي المغرب يعني أولا كانت انتصال لرجالة الملك مع الرئيس الصيني وهدف خدم واحد شركة استراتيجية اللي كانت جمع الصين بالملكة المغربية منذ زيارة جل الملك الصين كذلك المغرب كما قلنا نخرج في التجارب السريرية وبقى منفاتح على الشركات الأخرى وبقى منفاتح على المصادر اللقاح الأخرى يعني ماشي فقط على أنه يعني اللجنة العلمية هي اللي كتحدد وهي اللي كتقرر معنا أنه الموضوع علمي عنده سند علمي في المغرب هذه من العوامل النجاح الحاسمة الموضوع عنده سند علمي لجنة علمية اختيار اللقاح ليس بالشركة السياسية أولا وما تنعفوش لجنة علمية وطبي لما توافق اللجنة العلمية السياسين يقوموا لجنة علمية اللجنة العلمية تطلب مجموعة من البيانات حول اللقاح شفو قشح الغيدر والجرعة والجرعة المدى الفاصيلة المدى الفاصيلة طريقة استغاله المدى الأسترازينيكا استغاله جسمه على الأداء هذا والكين كل البيانات مما تتوصل اللجنة العلمية لم تتوصل لبعض البيانات حول بعض اللقاحات لا تنتهج ما زال موصط بي يعني أننا نفتاح رأيها كائن ولكن اللجنة العلمية هي التي تقرر هذا جانب منظم من حيث اللجنة العلمية واللجنة العلمية ما كانش عندها هذا الدور فقط كان عندها دورة يعني في السابق لا في تدابير التي اتخذت لا في الحجر لا في تمديد لا في مجموعة من القرارات الأخرى لا في استعمال المعقيمات لا في الكمامة لا في مجموعة من المسائل اللجنة العلمية هي التي تتقرر واللجنة العلمية أكيد بأنها كتتوفر على أبرز الأطر والخباراء في الأمراض الفيروسية التنفسية وفي الأمن الصحي في المملكة المغربية ذلك تعتمد على يعني يعني خبرات وكتجمع خبرات من مجموعة من البلدان كتجمع تجارب من مجموعة من البلدان هذا جانب أول هذا من العوامل الحاسمة في النجاح العامل الثاني وهو المكانة دي لجلالة الملك في العالم جلالة الملك محمد السادس قائد مؤثر في العالم قائد عنده علاقات غزيرة التنسيق يعني المساهمة دي المملكة المغربية مع مجموعة من الأطراف يعني تبت على أن المملكة المغربية دولة عندها مستقية عندها التزامات واضحة ويعني وكتلتزم بها ثم الجانب الآخر وهو المملكة المغربية كدولة رائدة في إفريقيا مملكة المغربية دولة رائدة لع المستوى الاستراتيجي لع المستوى يعني الاقتصادي لع المستوى الأمني السمعة دي المملكة المغربية كتخلي على أن كل شركاء يتقوا فيها ثم أيضا كما ذكرنا هو يعني إذا كان عندي جواب على إخوة من الجزائر أو من تونس فهذه نقول بأن المملكة المغربية كتحضر استراتيجية للتعامل مع كل مرحلة من المراحل دي التعامل مع كورونا كانت استراتيجية فيما يتعلق بالدعم في رفع الجزائر البريد كان مستود الناس يجيبوا فلوسهم 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 فما بلوا كم الموسا عادت الموسا عادت لماذا أعطيها لك خصتك دز من جهة أخرى إذن فأعتقد أن هذه مشكلة حقيقية إحنا ما كنقولوش بأن المملكة المغربية هي دولة سكندينافية ولكن كان قولوه بأن المملكة المغربية أفضل بكثير ورفعات الريتم ورفعات الإيقاع على مجموعة من البلد في المنطقة على مستوى التنظيم غير مثلا غير مثلا ف باش الشخص الشخص مثلا في عمره أزيد من أزيد من سبعين سنة كيتصلوا به السيد ما مفرصوش كيتصلوا به السلطات كيقولوا لوسيلي اليوم ما عندك المعيد كيجيش واحد مثلا ما فرصوش المعيد كيجي كيقولوا ما عندك المعيد اليوم مثلا نعيطوا لك وغيرت وأكثر من ذلك كتوفر لوجستيك يعني كي سيفطولك سيارات جيبك المركز الصحي يعني مجموعة من المعطيات اللي هي يعني مهمة جدا في الاستقبال في التنظيم يعني كتشجل أكثر من مرة وبالبطاقة الوطنية هذا شيء كامل مضبوط يعني هذه كلها عناصر كتتأكد على أنه فعلا كان هناك تخوف أنه تكون اكتداد في المراكز الصحية نوع من الفوضى لفق بكرية ياخد اللقاح وليتعطل ما ياخدوش الإشارة دبال حتى ثلاثة ربعاد الناس اللي تنقلوها اللقاح وما منحقوش يعني الإشارة اللي كانت قوية دي لتحريك النيابة العامة والمتابعة وكده ببعنى أن هذا الموضوع لا رئيس مجلس المعليبي ولا رئيس حكومة ولا والو هذا أمر فيه ضوابط علمية واش نتمل فئات الإشارة واش عندك ما عندك شرط حيد ولو تكون اللي بغيت يتكون بمعنى أنه مكين واحد الإشارة على أن هذا الموضوع أولا يعني يرعاه جلالة الملك شخصيا يعني مش كالسون دي لخداء واخداء قوته من هذا والأمر الثاني بإن فيه واحد النوع دي للمكين مغربي حسن مغربي بإن المغاربة الولوج لهذا ما فيه تشي حاجة أخرى من شي على بلك فيه واش عندك الحق وما عندك الحق والحق هو ذلك شي قالتك الجنعيمية عندك أكثر من هذا السن عندك هذا فئة ما عندك حيد وهذا أمر سيكون عنده لما بعد وغير ربحه منه بالحديث عن محمد بودن نواصل في نفس السياق نحن في 2021 في سنة حاسمة على أكثر من مستوى وربما هي بوابة لمغرب جديدة في الانتظار أن يتم الإعلان وإطلاق النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية اليوم مؤشرة إيجابية كما قلت في البداية تضع المغرب على الأقل ما بين عشر أو عشرين دولة المهمة في العالم ما بعد كورونا هذا التموقع الاستراتيجي للمغرب هل سوف يستمر أو أنه مؤقت راهني ومرتبط فقط وأساسا بتدبير جائحة كورونا وما بعدها قد نرى توازنات مختلفة وأن لا تكون للمغرب نفس المكان أم ما عشنا في هذه المرحلة وما راكمه المغرب من انتصارات ديبلوماسية وسياسية وجيوستراتيجية ستمكنه غدا من أن يكون دولة قوية في الخريطة الدولية خصوصا أنه خطاب الملك الذي تحدد فيه عن دورة إطلاق نموذج تنموي جديد ربطه بشرط أساسي أنه نموذج تنموي جديد يقفز بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم يعني بكل وقعية المنحنة سيكون تصاعدي الفترة هذه خلت بصمة كبيرة يعني أعطت الفرصة على أنه نكون أكثر تنظيم نكون يعني كان وزنه بين الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية رالجل نشوف مثلا غير هاتش تغطية تغطية الاجتماعية هات القانون التي تنقش تغطية الجماعية لكل المواطن هذا مشروع استراتيجي مشروع تاريخي في هذه 20 سنة هذا يهم المغرب كاملين يهم أزياد من 35 مليون سنة إذن أعتقد بأنه النموذج التنماوي الذي أضطر 15 سنة القادمة فهو نموذج التنماوي سيكون قائم على الإنصاف سيكون قائم على ضمان الكرامة سيكون قائم على تعزيز خلق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعي لأن الجنب الاجتماعي كان ديما ذلك العنصر الذي يشوش على الوثابات الكبيرة التي حقها المغرب في جوانب أخرى المغرب اليوم مقارنة مع الجزائر مثلا المغرب عنده 1800 كيلومتر في طرق السيار الجزائر تاريق شرق غرب يبقوا فيها سنين ومدروهش يعني متعترة المغرب اليوم عنده التجيبي عنده خريطة سيكاكية مهمة المغرب على المستوى الموانئ الموانئ على المستوى الموانئ من الطنجر المتوسط الأول أفريقي الأكثر أهمية في المتوسط إذن كل هذا العناصر من الدخل الأطلسي اللي سيكون هيكل البيئة الاستراتيجية في المنطقة إذن كل هذا العناصر هذه تعتقد على فورص من النموذج التنموي النموذج التنموي سيتدرب على أرضية صحيحة على أرضية سلبة اليوم كذلك مثلا الأمن المائي دول عندها مشاكل في الأمن المائي المغرب عنده سدود بالمئات ومبرمجة في المستقبل من أجل مواجهة أي خطر في هذا المجال يعني هذا مسألة حيوية ضمان الأمن الغذائي والأمن المائي أكيد المغرب كما لاحظت سيدي الكريم في زمن كورونا مجموعة من البلدان لم تلقى المواد الغذائية المغرب السوق دياله كانت يعني كورونا بدأت في مارس السوق المغرب كانت إلى غاية ديسمبر يعني فيها الطلب كامل مغطي المغرب استطاع يوفر يعني كل حاجية دياله فيما يتعلق بمواجهة الجائحة على المستوى الكمامات على المستوى التصناعي يعني مستوى التصناعي بدأت تفكير في التصناعي بشكل أكبر على المستوى العلمي الآن هناك يعني تفكير في البحث العلمي والأهمية دياله إذن أعتقد بأن النموذج التنموي خاصة يبني إلى هذه العناصر هذه الحاجية يعني أكيد بأنه يعني اللجنة ديالنموذج التنموي يخدأت بعين اعتبار كل هذه المطايات بطبيعة الحال ولكن التنزيل والتنفيذ ديالنموذج التنموي أعتقد بأنه سيزيد من سرعة البلد سيعني يعني يبعد البلد عن الوقوف تحت الثقل الكبير وهو الثقل ديالطالب الاجتماعي إذن في تقديري المغرب على المستوى الداخلي هذه هي الصورة نموذج التنموي بالتأكيد أنه سيحمل الجديد وبدأت المؤشرة ديالو بين فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي فيما يتعلق بدعم المقاولة دعم الاقتصاد الوطني على المستوى الخارجي بالتأكيد أن الملكة المغربية بالمتصارات ديالها بالمكتسبات التي تحققها على المستوى الديبلوماسي أكيد بأنه ستضار على المستوى الإقليمي اليوم المغرب الحجج ديالو يعني الحجج ديالو مقنعة الحق ديالو يعني واضح ما يمكن شي طرف يعني يتحدث باسم المغرب اليوم المملكة المغربية على المستوى الخارجي قادرة على مزيد من التنسيق في أكثر من صعيد يعني قد تتوفر الأرضية للصناعة الدوائية بشكل موسع قد يعني يكون المغرب لأن المغرب ستكون سباق على أنك يعني تنعش الاقتصاد عبر مجموعة من الإجراءات بين هالإجراء ديال التلقيح أكيد بأن اللي سيكون سباق وجاهز أنه يستقبل الاستثمارات فأكيد بأن المغرب سيكون من بين هالدون إذن كما قلت المعادلة المغربية هي معادلة قائمة على يعني الثقل ديال جليل الملك على هناك إدراك كبير للسلطات على أنه يعني للأمنية للترابية على أن يعني يعني أنها هي يعني من الدعمات الأساسية وهي تدرك المسألة هذه ولذلك تقوم بمجهود كبير على المستوى التنظيم على المستوى اللوجيستيك على المستوى تأمين الموارد على المستوى يعني دفع لتحييد المخاطر من كل هالعناصر هذه السمعد المغرب غطر طفاع المغرب اليوم يحتض مكاتب للأمم المتحدة يحتض مؤسسات إفريقية إذن كل هذه الجوانب هذه كتعة انطباع على أن المنحة يكون فعلا تصعودي وأن المغرب على القوى الكبرى يدبر العلاقات بأريحية أكبر باستقلالية أكبر ويعني لما كيدر العلاقة مع الصين فالصين ليست بديل لبلد آخر لما يدر العلاقة مع روسيا فروسيا ليست بديل لبلد آخر يعني العلاقات التقليدية يرهبين وفي إطار تنوية العلاقات العلاقات مع القوى الكبرى أيضا تحكمها عناصر أخرى عناصر اقتصادية المغرب يمنفتح على الأسواق الدولية على السوق الأمريكي على السوق الأوروبية على السوق الأوراسية على السوق الأفريقية إذن هذا يجعله فعلا بلد دو تأثير وازن ويعني له علامة يعني مضع المروركو كان اليوم في مجموعة من الجواني سعيد خمسي في نفس السياق هذا التموقع الجيوستراتيجي المهم اليوم للمغرب الذي يجعله من بين أهم عشرين دولة في العالم في تقديرك هل سوف يستمر ما بعد جائحة كورونا وكيف يمكن للمملكة المغربية أن تكون قوية مؤترة حاضرة في الخريطة سواء الدولية أو الإقليمية أيضا جيوستراتيجيا وسياسيا أكيد أكيد سيكاري أن يعني يعني يشوف الدول هي تتلعب في مربعات والمربع الذي يكتسب سيه الذي عندك عندك جوش تحدي التحدي الأول هو تأمنه التحدي الثاني هو أي هذا هذا المغرب الذي تتكلمون عليه الآن ما شيء هو المغرب 1999 ومشي المغرب 2000 ومشي المغرب 2000 ومشي المغرب الآن كورونا خرجت ثلاثة حويش كبار في المغربة ثلاثة كبار ما زالنا أول حتى علميا ما زال ما زال ما عدنا لدينا لدينا تقييم لنخص المسافة زمنية من الحادث علاقة الإدارة الأمنية والإدارة الترابية تكلم عن محمد بالمواطن دير 70-80 هذا النقاش الإعلام تحل كان مغرب إلا شافوا القائد وإلا شافوا يخبئوا البلاد ويهربوا الآن تلقى واحد البناء تساغب في 20 عام منذ أن أطلق جلالة المالك المفهوم الجديد للسلطة هذا المفهوم الجديد للسلطة تلقى جلالة المالك ويددار هو تلقى فلسافة هو تلقى استراتيجية هذه استراتيجية محتاجة على الأقل ربع قرن 25 عام الآن نحن دار 20 عام بالصح يمكننا رجعوه للخطة بجلالة المالك اللي دارت في 99 في 2000 لما كانت يتكلم عن المفهوم الجديد للسلطة وعلى العلاقة الجديدة بين الإدارة والمواطن ونشوف ونقرأوا ما بين البداية ونهاية الآن كورونا واضحاتنا هذا بأن بالصح يحق لنا أن نفتخر أن نعدنا واحد العلاقة بين الدولة والمجتمع جديدة رغم بعض الهاثوات ما زال هنا بعض الملاحظات بعض الأشياء ولكن ممكنش وأنا دي ما تنقول هتنقول بأن الإنصف المصالحة في المغرب لم يكن حادة بل فلسفة ما كانش حادة ديال أن الدولة اعترفت بأخطاء ديالها في واحدة القتاة وقدمت اعتذار وقالت من عاود وقدرنا هيئة الحكمة وهي أدحق الإنسان وهذا لا بأن الإنصف المصالحة هو عقلية جديدة بدأت في مغرب جديد بدأت في كورونا وهو المؤشر اللي كبير هو علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع يعني ممكن تفصل فيها في الإدارة الترابية في القطاعات الوزرية كيفاش تغلت بمعنى أصبحت علاقة جديدة الأمر الثاني اللي بدته كورونا واللي غير يعطيني المبرر باش نحول أنا كيفاش واش غير نحافظوا على هذا الإقاع ولا ما نحافظوش عليه الأمر الثاني هو أن كورونا خلقت دفعت بشيء الكل يتحدث عليه والتوحد ما يتحدث عليه وقلت ذات المرة قلت بين أكبر مركز للدراسات والأبحاث في إسرائيل هو مركز إسرائيل المواطنة وتضخ فيه عشرات الملاير ويشتغل ليلة نهار على مفهوم المواطنة وقلت واحد المرة أعتقد سي كاريم في برنامج كهذا قلت بين الالتحاد السوفيتي عاش سبعين عام ووصل قوة عسكرية خيالية وصل النواوي والسماء والقمر وتفكك لسبب واحد هو أن في سبعين سنة لم ينتج مفهوما لما معنى المواطن السوفيتي ما قدرش ينتج مفهوم هوياتي لوجود في الالتحاد السوفيتي كورونا في المغرب أثبتت أن هناك أن مفهوم المواطن في المغرب إليك لا هوياتنا عبروا عليه إحنا مفهوم الأمة فاشنقولوا بإننا ماشي دولة ماشي جمعنا غير القوة المادية بإننا جمعنا رابط روحي كبير بان بان تضامن في تضامن الدولة مع المواطنين اللي الدوغ يحقهم بش ما نقولوش بإننا لأن في الأخر الدولة هو إطار معناوي اللي يجي جمعنا وبان في إضافة تضامن للأساري بمعنى أن النقطة الأولى اللي قلت هي علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع النقطة الثانية هي أن هذه المواطن وروح الانتماء الشيء اسميته تمغربية بانت بواحد شكل كبير وتوضحات بانت هذه تمغربية بانت فينا الأمر الثالث واللي هو أساسي وهو المدخل اللي يجي هو أن كورونا وهي كل المحن تدير هذه القضية بما فيها الحروب أتبتت أن للمغاربة ممكنات تم إطلاق بعضها وكثر من هذا المغاربة كلهم حتى أولئك الذين كما تنعرف كنقول لهم أنا تنقلها بأن دوست 18 عام في وزارة الداخلية في مديرتك في الأطور معركة كيف تخلع عباد الله بأن رميم كلك شبقا في خدمتك كما دخلت النار رخصك تبدل رخصك تكون طول طول المغاربة كورونا ربتهم يتلون بأن أي واحد كانت تعدلوا شي خدمة كانوا الناس يتخلصوا بـ 50 الفدرهم و60 الفدرهم في الصباح وصباحات الخدمة دلو حافظة اللي كانوا في الملتناسون بينات بينات جوج حويش بأن مهما كتسبت من المعاري في القدرات راهك ما بغت تكون لا تطمئن لليها جمع راسك وجدد انتج جدد لأن كورونا ديمونترات القادية والمغاربة بانت بينهم التكيف بأن بزاف تكيف بزاف تدلول المهن بمعنى وحد ثلاثة المفاتيح كبرى على مستوى الداخلي على المستوى الإنسان المغربي في عام أتنظر لأن كورونا درتنا فورماسيوم في المغاربي درتنا تكوين المغاربة اللي ميدلوه شكل عجيب لديبا استعمال وسائط تليطراف وحد مجموعة الأشياء اللي هي تقنية ممكنش ندوز عليها كاملة على المستوى الخارجي بل المغربي بأن مكان شرفع فقط شعار أن دولة عريقة بأن هذا مشكل التاريخ بأن الدولة اللي قدرت تدير شراكات جدية وتحتارمها بأن شراسي محمد بأن رئيس الدولة في المغرب هو شخص يحظى بالإحترام الدولي وكما تقوله باللغة دي المغربة دي ما راجل بكلمته ما تقولش كتر من اللي تيدير وما تلتزموش مع العالم بأشياء ما تنديروهاش وبأن علاقاتنا بالدول هي علاقات ما بنياش على انتماءات أو على ميولات سياسية غبية تقليدية السبعينات بأن بصح المغرب يبني علاقات براغماتية فيها رابح رابح لما المغرب مشار الصين تنظر بأن لا تملكونا الصين ولا فرنسا ولا تملكونا أمريكا تملكونا مصالح مركبة معها الدول فيها انت رابح وانا رابح أعتقد بعجالة النموذج التنموي في ثلاثة الحويش بيناتهم كورونا إلا مكانش أنا تنقلها بمسؤولية إلا مكانش في مخرج النموذج التنموي إذا النموذج التنموي الذي يخدمو عليه معطوب من الأول الأول هما القيم لأن بانت كورونا بأن من الأشياء الكبيرة التي جمعتنا كان مغربة هما الفالور تجمعونا قيم قيم التضامور قيم الصبر قيم الأسرة المجموعة هذ القيم ومعاهم المهارات هذو تعطاهم لك التعليم النموذج التنموي في الشقة التعليم يخصو يعطين يغداء لعشرين سنة الجيئة في المغرب تعليم تعطين لمغربة جوج أشياء تعطاهم مهارات ولكن ماشي مهارات ماشي تكنيسيا ماشي بالأوسنسا ماشي بالمعنى السلبي الكلمة التكنيسيا ما تنتجليش أدوات مواطنين أدوات تنجلي مواطن فيه شيئين فيه مهارات لأنه فلنقول المهندس مهارات فلنقول الطبيب هذا فلنقول مهارات وقيم إذن هذا الأمر الثاني هو الكرامة تجيب بغي الشغل كرامة ينتج هالشغل أنت لك عنده مهارات وعنده قيم ودرت له سياسات عمومية تتيح وجود فرص المجتمع عنده الشغل الثالث والآخير هو أن هذا كامل لكي نقول لكي نموذى يجلي هو المشاركة إذن النموذى يجب أنتج ل القيم وإنتج للمهارات وإنتج للكرامة وإنتج للمشاركة بمعن المشاركة فالشيء فقط في الشق السياسي والمدني المشاركة هو أن هناك المغاربة كاملين شركاء في إنتاج التروى وشركاء في استهلاك التروى لا يمكن أن ينتج غير واستهلك بزف وستهلك بزف بمعنى وهذا أول يخلق لأن يعززنا من ما نسميه لأن تعبير تستعمله كلنا ولكن ما نسميه النموذج المغربي لأن النموذج هو شيء قابل لجريد بمعنى إذا وصلنا لهذا الربعات الأشياء كبيرة أن نستهلك في المغرب قد تنتج أو الفئة الأخرى التي تنتج بزف وأشياء أخرى تتيح لها أن تستهلك بزف طيب محوامنا الأخير نبقى مع ما هو خارجي وجيوستراتيجي ولابد من الانتقال هنا للحدث المهم الذي أنهينا في 2020 ونفتسح في 2021 لكن أريد أن أربطه أيضا بمسألة كورونا وتدفير اللقاح لأن اللقاح كما ذكرتم ليس مسألة فقط تقنية وطبية ولكن أيضا مسألة سياسية وجيوستراتيجية محمد قبل أسبوع قليلة فقط شهدت الإدارة الأمريكية أخيرا التغيير أمسمي وتبادل السلط وتدفير رئيس الأمريكي الجديد جو بايدن خلفا لدونالد ترامب آخر شيء فعله دونالد ترامب مهم ومؤثر في مرحلته كان ربما هو الاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه ومن أول الأشياء ربما التي فعلها جو بايدن هو عدم الانسحاب من هذا القرار وتأكيده بشكل ضمني وعاملية هذا المغرب الحاضر بقوة في الخريطة الدولية من أمريكا إلى الصين مرورا بأوروبا مشركا لإفريقيا مدمجا أيضا للمنطقة العربية في علاقته مع أمريكا جو بايدن في تقديرك كيف سيكون وكيف ستكون هذه العلاقة أتوقع أن العلاقة ستكون يعني يعني منصهرة في الإطار العام للعلاقات المغربية الأمريكية والإطار العام للعلاقات المغربية الأمريكية يعني تاريخيا واقتصاديا واستراتيجيا وسياسيا كان إطارا دائما يعني فيه التعاون والشركة بشكل كبير وأعتقد بأنه يعني القرار الأمريكي المتعلق بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه فهو قرار طبعا واعي في تقديري من الإدارة الأمريكية وليس قرار مرتبط بشخص هو قرار من مؤسسة الرئاسة هو قرار الدولة وقرار الدولة اليوم تظهر تجلياته على مستوى زيارة الوفود للصحراء المغربية على مستوى اعتماد الخارطة الكاملة في المواقع السيادي الأمريكية على مستوى طبعا يعني توجيه خطاب للأمم المتحدة والدول 193 في الأمم المتحدة إذن ففي تقديري على أنه في بعض الأحيان السيمة البارزة في الإدارة الأمريكية أو في القرارات المتعلقة بإدارة الأمريكية وأن الرئيس السابق قد يتخذ قرار يسهل به مأمورية الرئيس اللاحق وبالتالي فهنا يكون التنغم حاصلا رغم أن البعض قد يقرأ أن هناك تباين أو هناك انفيصال ولكن في الحقيقة هذا هو الواقع يعني الرئيس الذي قام به القرار الذي قام به رئيس دونالد ترامب سيسهل المأمورية أو سهل المأمورية على الرئيس جو بايدن فيما يتعلق باتباع نفس التوجه العلاقات المغربية الأمريكية علاقات تاريخية منذ الاعتراف المغربي بالسيادة الأمريكية في 77 وبعد الولايات المتحدة الأمريكية عملت أول قنصولية ديالها عملتها في طنجة أول قنصولية ديال الأمريكي كانت في طنجة في 97 700 إذن هناك يعكس على أن العمق كبير العمق بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب كبير ثم أنه من ناحية الدستورية هذا قرار تنفيذي ديال الرئيس قرار تنفيذي ديال الرئيس هذا قرار تنائي يضمن المصلحة الأمريكية يضمن المصلحة الأمريكية على المستوى الاقتصادي في الصحراء المغربية وكذلك مصالح الاتحاد في الأطلسي علاقة كذلك بالناطو وما إلى ذلك علاقة كذلك في منع روسيا من الخروج للمحيط الأطلسي والتنفس راكين التنفس لأن روسيا تحاول أن تجد موطئ في أغرب إفريقيا تجد موطئ في المتوسط وما إلى ذلك لابد من إشارة كذلك إلى أن هذا التطور هو نتيجة الاختيار العقلاني نتيجة الاختيار العقلاني المغرب يرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من معاهدة واتفاق المغرب والبلاد الوحيدة في الإفريقيا اللي عندها اتفاقية تبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية البلد الوحيد في إفريقيا كاملة المغرب عنده اتفاق ديال تعاون العسكري 2020-2030 مع الولايات المتحدة الأمريكية المغرب عنده آلية الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية المغرب عنصره أساسي في مسيرة السلام في الشرق الأوسط ما يمكنش جزء هذا القاضية من هذا المنمو إذن المغرب كذلك داخل مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأهداف دي التحدي الألفية المشاريع دي التحدي الألفية كثيرة المغرب داخل مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتحالف الدولي ضد داعش والإرهاب إذن فكل هذا العناصر ستجعل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يفكر بشكل عميق على أن المغرب حاليف استراتيجي وأكثر من هذا الولايات المتحدة الأمريكية مع الشركاء دي لها والحلفاء دي لها لا تغمر بالمستقية دي لها لأنها غيرت المواقف دي لها مع الشركاء دي لها أكيد هنا سيقولون بأن المستقية دي لولايات المتحدة الأمريكية والقرارات دي لها تتغير بين ولاية وأخرى هادرها دولة مؤسسات والفرق كبير بين العلاقة التونائية أو قرار في إطار العلاقة التونائية. وفي إطار واحدة المسألة التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية وهي عملية السلام في الشرق الأوسط. والنخيارات الأمريكية في منظمة صحة العالمية أو الاتفاق النووي أو منظمة التجارة أو كذلك العلاقة فيما يتعلق بالنفط الممنوع للنفط. يعني كان فرق كبير هذك عن اتفاقيات في إطار متعدد الأطراف. هذه علاقة تونائية مع المملكة المغربية مع حليف استراتيجي. لا شك أنه القرار كان مدرس كان دقيق. كان فيه تنسيق كبير وبالتالي. مع بايدن والإدارة الجديدة الأمور ستتطور بشكل أكبر أم سوف تبقى على حالها أو قد تشهد تفاجعا لأن هناك تخوف ربما من طبيعة التدبير الذي يمارسه الديمقراطيون في الحكم وما كان حدث في عهد أوباما لما كان رئيسا في العلاقات مع المغرب. إذا لاحظتم سيد الكريم. رغم محاولات اللوبي اللوبي أنا أتسمع لأنه هذا مفهوم في الثقافة السياسية الأمريكية. رغم محاولة بعض المجموعات الصغيرة إعلاميا وسياسيا في الولايات المتحدة الأمريكية العمل لمصلحة الجزائر لأن الجزائر كانت تراهن. لأن هل القرار ترامب ستغير مجرد تولي بايدن؟ هذا ورقة رفعها الجزائريين والمحسوبين على جبهات البوليزاري ومن اللي دخل بايدن. هما كان اليوم ستغيرها ستغيرها بعده ستغيرها وما كان يعني كان صراب وجدوا رسوم أمام صراب وجدوا رسوم أمام حقيقة يعني أمام حقيقة ميدانية وواقعية ذي القرار الأمريكي. ثم أن هذا القرار الأمريكي ما عندهش تأثير فقط غير في الداخل الأمريكي. عنده تأثير حتى الحلفاء ذي الولايات المتحدة الأمريكية. زعيم 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 الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر ما علقش على الموضوع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونن ما علقش على الموضوع علق فقط وعلى السيد اللي هو معروف بالولاء دياله طبعا الجزائر ومعروف بالمواقف دياله إذن ففي تقديره على أنه لا من حيث على المستوى البرلماني الميزانية على الموازنة الأمريكية غاتب قديمة كتدير الصحراء جزء من الطراب المغربي على المستوى التفاقيات التفاقيات الصحراء هي أو المنتوجدة للمنشأ الصحراوي هي جزء من الطراب المغربي على المستوى طبعا في السياسة الخارجية أكيد أنه مسيرة السلام في الشرق الأوسط تستدعي على أنه يكون هناك أمن إقليمي في كامل الشرق الأوسط وشامل إفريقيا في أمريكا سعيد خمسي إدارة أمريكية جديدة ورئيس جديد في المغرب ربما نتحدث الآن عن مغرب جديد بدأت ملامحه تظهر منذ على الأقل سنة أو سنتين بتموقع جيوستراتيجي دولي مهم جدا وقوي وكنا تحدثنا في حلقات سابقة عن أنه هذه العلاقة بين المغرب اليوم وأمريكا لأن المغرب أيضا بلد قوي بالنسبة لأمريكا في تقديرك مستقبلا جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية مع هذا المغرب الذي يتقوى في المنطقة أي علاقات سوف تجمع الطرفين بداية السكر فيما يخص القضية النقاش البروباقاندي العترافة أي واحد عنده أي واحد ماشي غير بايدن أي واحد في العالم عنده سؤال واحد إذا أخذت هذه القرارة ممكن نخسرها قبل أن نسوه لراسي ماذا نغرب إذا سوف نربح السؤال الأكبر هو قضية أولا قضية السحراء المغربية فيها خطابين فيها خطاب مبدائي وإحنا كنا ضحايا لأننا بزاف نقاط خسرناهم في واحد القتال لأننا أصحاب حقه كنا تنقول حيث أصحاب حق رأس ستتكلف السماء بأنها تضمضون النار وهذا كان خطأ هو أنها قضية مبدائية نحن وامريكان وروسيا والجزائر والعالم كله وقرار آخر لحظة الرئاسة لا أخر لحظة لا أول لحظة بحسنة دقعة 90 بحسنة دقعة هذا قرارات دولة يعني مش شيء محد غادي غادي شاطل وشي صرف في جي وعطي شيء واحد يعني ما معنى شريك استراتيجي والشريك استراتيجي هو تعبير حيث هذه الكلمات استراتيجية عمشوية تجيش حاجة مش هدا وش ما معنى شريك استراتيجي هي أشياء تقنية على المستوى الأمني ها معنى شريك استراتيجي على المستوى الاقتصادي ها معنى شريك استراتيجي على مستوى الانوتوري تدليطة أمريكا على مستوى الوتو قيادة الدولة الأمريكية همعنى شريك استراتيجي على مستوى المصالح الاقتصادية وكثر من هذا على مستوى الرؤية الجاية في 50 سنة يعني كنا نقول الآن أن إفريقيا هي ورش العالم القادم بعد كورونا العالم بكامل بغي يخدم ربا شغل أفراد اللي تأزموا بغين ينوضوا يشتغلوا حتى الدول تأزمت بمعنى أن العالم بعد كورونا سيبحث عن مجالات للاستثمار إذن هذا الأمر أمريكا لا يمكن ولا يعقل وما يمكن خيكون مع فشكون لا يمكن أن تجازف ربا شكاسترون دي المساحة الجغرافية والقوة الاقتصادية تستعني الدولة إحنا المغاربة نعترف بأن الإخوان الموريطانيين هم القوة بالنسبة لنحنا هو مجال استراتيجي بالنسبة لنحنا وهي دولة التي سنحافظ لها الأمن والسلم ديالها والتعاون ليس لأن موريطانيا اقتصادية قوية ولا ضعيفة لأن توازنات استراتيجية في المنطقة تقول بأن بالنسبة للأمن استراتيجية الموريطانيا المغرب مهم وبالنسبة للأمن استراتيجية المغرب كذلك الولايات المتحدة تطرح على السؤال بالنسبة للأمن استراتيجية كيف ستكون عرقات المغرب وأمريكا على أهد جوبيل أعتقد أن في الشق الاقتصادي سنرى نشاطا اقتصاديا استثنائيا في الأقاليب الجنوبية واستثمارات أمريكية أقول سنرى استثمارات أمريكية لأن القرار الاقتصادي هو سيد القرارات سنرى استثمارات أمريكية ضخمة في الداخلة على الخصوص هذا الأمر الأول على المستوى السياسي أعتقد بأن انتخابات المغربية الجاية ستكون انتخابات ذات أهمية كبرى بالنسبة للأمريكيين لأننا ما تنساش بأن بينات ناشحة ستكون بينات 8 شهور يعني أن حكومة جديدة في المغربية الأمر الثالث هو أن هناك مصالح استراتيجية تعلو على الأمزيجة وبأن لا الجمهوريين ولا الديمقراطين وهذا النقاش أصلاً علمياً دي ما تطرحوا السؤال وش هو نقاش علمي وش هو نقاش علمي أنا أطرح السؤال حقاً الديمقراطين هناك مصالح دي المغرب هناك مصالح أمريكيين متى التقت يكون التعاون متى هذا المصالح ما التقتش سيكون ما يكون في أي علاقات دولية يعني ما بين دولتين مختلفة بين الدولتين أشكركم جزيلاً ضيفي هذا المساء سيساعد خمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات والإعلامي الخريف في التواصل السياسي والشؤون الاستراتيجية شكراً جزيلاً لك على حضورك شكراً لك شكراً لقناة العيون شكراً لك أشكرك أيضاً ضيفي محمد بودن الأكاديمي والباحث الخبير في شؤون السياسية والاستراتيجية شكراً جزيلاً على حضورك ومشاركتك معنا هذا المساء شكراً جزيلاً شكراً لك أشكر موصول أيضاً لكل الطاقم التقني هنا في القناة الأمازيغية وكل من ساهم معنا في إنجاز هذه الحلقة من طاقم قناة العيون وشكراً خاص لكم أنتم أيضاً مشاهدين إنما كنتم تتابعون على قناة العيون في الأقليم الجنوبية وعبر أنحاء المملكة المغربية وإنما كنتم تتابعون عبر العالم وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من العاصمة هذا كريم حضري يحييكم أطيب المنا وإلى المترجم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر